اشتركوا في القناة من خلال احداث اختلالات في الهرمونات المسؤولة عن الابادة وان البدانة مرتبطة بمتلزم التكييس المضايب اللي بتؤثر على واحدة من بين خمس نساء في سن الانجاب الدراسة اكدت معدلات ذكرت في دراسات سابقة عليها ان احتمالات العقم بتزيد بنسبة 27% لدى زائدات الوزن فيما تزيد بنسبة 78% لدى البدينات اهلا بكم النهاردة حوار مثير طبعا والرابط ما بين السمنة ومشاكل النساء مشاكل الانجاب رابط كمير الحقيقة السمنة بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المبايض في حالة تكييس المبايض قصة مسيرة جدا البي سي او البولي سي سي كوفري تكييس المبايض او متلازمة الايد او متلازمة الدفكت او المشاكل الميتابوليزم البناء والهد تلاقي ستة عندها تكييس المبايض عندها سمنة عندها زيادة في الشعر عندها بدايات سكر او احتمالية سكر عندها زيادة كوليسترول وممكن الضغط يكون عليه ستة غريبة جدا السمنة برضو مع الحمل قصة مخيفة ومسيرة للغاية لانه مع السمنة تسمم الحمل ممكن يزيد مشاكل الحمل ممكن تكبر الطفل ممكن يطلع عنده سكر هنشوف هنشوف هنسمع كلم كتير عن السمنة والحمل تعالي نشوف احوار ممتع اكيد هتستمتعو به لانه مهم جدا جدا في مصر طبعا جديد الانتشار مع القمة العلمي الكبيرة والاسم الكبير في عالم نسا وتوليد اللي بيفرحني جدا وبسعيدني جدا بحواره الكثيف المعلومات الرائع واختياراته كمان للمواضيع ضيفانا المتميز دائما لسوس دكتور عادل برحسن يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الحق المجهي يعتمد على شخص واحد هل تشوخات الحياة البنوية تلعب ضوء كبير جدا في فشل الحق المهاري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس من حال المنوات تشوهات الراحم منها ست مولودة بيها ومنها نتيجة لتباخلات خاطئة هل الأوراق اللي فيها لهذه الدرجة تؤسلها الحق المجهي؟ جماعة الأوراق المجهية يمكن استصحة الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحق المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم ضائف العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن طبعا استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري حق المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية الألمانية وعضو الجماعية الأمريكية للخصوب والعقم العقم الاسم الكبير أهلا بك دكتور عادل أبو أهلا بك دكتور عادل ها اختيارك للسمنة وتأثيرها على الحمل والإنجاب اختيار موفق جدا لأنه موضوع خطير لكن خلينا أبدأ بمعنين الأول قبل ما أدخل للنساء السمنة أنواحها السمنة يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو الموضوع دقيق شوية خاصة أن فيها الدولة الوقت بتعمل حمارات كبيرة جدا لمحاربة السمنة لأنها بتكلف الدولة كتير جدا وتكلف العالم بلايين الدولارات وأنا أحيي الدولة على كده طبعا يعني إحنا لو إحنا اهتمينا بالسمنة طوال السنة القادمة بس وإنجازنا فيها إحنا هننجز حاجات كتير كتير جدا حقيقة فده مجهود مشكور جدا من الدولة يعني من ضمن من أحد البرامج الصحية قوية جدا الدولة بتعملها السمنة يعني زيادة معدل قتلة الدهون في الجسم والسمنة دي أنواع فيه أربع أنواع للسمنة فيه النوع الأول اللي هو الجلوبال أوبيسدي جلوبال أوبيسدي يعني الدهون متكونة في كل أنحاء الجسم بالنسبة معينة بحاجات متساوية فوق زي تحت في كل أجزاء الجسم اسمها جلوبال أوبيسدي في حاجة اسمها ترانكال أوبيسدي أوبيسدي دي يعني الدهون متركزة في الجزء الأعلى من الجسم والبطن دي بسمها ترانكال أوبيسدي يعني يعني شكل عام زي شكل قبل شيء أو شكل التفاحة فوق عريض وتحت قليل اسمها ترانكال أوبيسدي في حاجة اسمها فيسرال أوبيسدي يعني السمنة متركزة في الأحشاء والأعضاء الداخلية دي اسمها فيسرال أوبيسدي في حاجة اسمها جلوتيو فيمورال أوبيسدي يعني السمنة أو الدهون متركزة في الأرداف وفي رجلهم ده رابع نوع وكل ما درجة الأوبستي بتبقى متقدمة كل ما كان تأثيرها أعلى على الوظيفة بالتبويض يعني أو للبحث عن الحمل أو بحث عن القدرة الإنجابية في حاجة أسمعها برضو لازم فرق ما بين الـ Underweight والـ Overweight الـ Underweight يعني الـ Bad Mass Index بتاعه أقل من 18 ونص الـ Overweight اللي هو الـ Bad Mass Index بتاعه فوق التلاتين أو فوق التسعة وعشرين وطبعا برضو بلها تقسيمات الـ Stage 1 Stage 2 Stage 3 من 30 لـ 35 ده Stage 1 من 35 لـ 40 Stage 2 من أباف 40 Stage 3 اللي هي Super Obesity ده يعني زي بريف كده أو زي معلومات بسيطة عن أنواع السمنة السمنة طبعا لها لها مخاطر جمدة جدا بداياتها من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على الـ Set وتأثيرها على الزوج يعني الزوجة والزوج اللي هي تأثيرات على الزوج أولا عشان نخلص منه بسرعة بتأثر على حكتير مهمين جدا بتأثر على القدرة الجنسية بتأثر على الرغبة الجنسية بتأثر على يعني على قوة الانتصاب العدو الزوجة ده بالنسبة لـ ده رجالة كمان بتأثر على عوامل الحانات المنوية نفسها من حيث العدد والحركة بتقلل العدد وتقلل الحركة وكمان بتأثر على الـ D&A Integrity أو معدل سلامة أو معدل تكسير الـ D&A تحان المنوية فده بالنسبة للرجال وده حاجة قوية جدا ومهمة جدا وفيها بحث كتير خالص بالنسبة للسيدات بتأثر على القدرة الإنجابية من ناحية وأثناء الحمل ده شق تاني وبعد الولادة شق تاني بالنسبة للتأخر الإنجاب بتأثر على البروضات بتأثر على بتنترحم بتأثر على البوضات إنها بتغير في تركيبة التركيبة الهرمونية للسائل اللي جوها البوضة فيقلل الإستروجين برجسترون فيدي بوضات كوالية بتاعتها مش كويسة أو رديئة وبالتالي قدرتها على الانقسام وقدرتها على التخصيب مش عالية قليلة وبالتالي يبقى نسبة الحمل مش كبيرة ده بالنسبة للبوضات بالنسبة لي بتنترحم بتأثر على مستقبلات مستقبلات معينة في بطانة الرحم بتؤدي إلى التصاق الأجنة أو نحطها جوة تجريف الرحم في الحقن المجهري أو حتى لو مش في الحقن المجهري في الحمل الطبيعي الويدة المخصبة اللي لا تلتسق في بتنترحم نتيجة لوجود السمنة عشان فيه هرمون اسمه ليبتن الليبتن ده موجود في الناس الزم الأوبيز أو الأوفر ويت الليبتن ده بيعمل حاجة بيأثر على الـ LH فيه هرمون مسؤول عن التبويض اسمه LH مما بيوصل لسرج معين أو عند بيك معين بيحصل التبويض هو بيقلل هذا السرج وبالتالي ما بيحصلش تبويض وبيقلل جدا فرص التبويض فما يحصلش حمل ولو جينا عملنا حقن مجهري فهذا الليبتن بيأثر برضو على بتنترحم وتجويف الرحم يخلي بتنترحم ما تستقبلش أجنة بشكل كويس فيزيد معدل الفيليا أو الفشل في الحقن المجهري وإذا حصل حمل بيزيد معدل الإجهاد أو المسكرتش طيب كل ده ما حصلش وحصل حمل هتبقى الست عرضة لإيه هتبقى عرضة لريئك لمس اللي هو تسمم الحمل هتبقى عرضة للديابيتس النوع الثاني اللي هو السكر سكر الحمل وبالتالي البيبي يطلع عنده سكر جيستيشنال ديابيتس ويطلع البيبي كمان عنده عرضة نحصله تشوهات بالذات في العمود الفقري في اللي هي سكر أجينيس فده أثناء الحمل وطبعا فيه بولي هيدرامنوس فيه مياه كتير جدا محاولين الجنيم والبيبي بيبقى ماركروسوميك كبير جدا حجما فهيزيد معدل الولادة القيسرية لأنه هايبقى أكبر من النوع يعد من الحل وبالتالي مش هينزف الولادة طبيعي فهيزيد معدل القيسرية ولما بزيد معدل القيسرية لوحدة ديابيتك أو عندها السكر هيزيد معدل انفكشن هتعمل عملية فهيزيد معدل انفكشن برغم كل الاحتياطات بس فالدول بيحتاجوا طبعا رعاية خاصة بيحتاجوا طبعا متابع مخصوص بيحتاجوا يعني يعني إجراءات كتير جدا بداية من متابعات دقيقة كل أسبوعين أو كل ثلاث أسابيع مع سونار وبع الأبعاد في أوقات معين عشان نتفادي كل هذه المضاعفات فتأثير السكر كبير جدا في حاجة مهمة كمان قوي في الحقن المجهاري الناس اللي عندهم سمنة بيحصل انهم بياخدوا أدوية زيادة عن الناس العاديين عشان معدل كوتية الجسم عندهم عالية جدا فبياخدوا أصار جدا فبياخدوا أدوية كتير جدا فيبقى الكوست بتاع الدواء عالي والأصار كمان تأثيره على البوردات ما بقاش كتير فطلعوا عدد بوردات قليل لأنه مهما أخد دواء كتير الجسم كبير قوي فاستجابت المبيض ان تطلع بوردات قليل فطلع عدد بوردات قليل نسبة الحمل بتبقى أقل من الناس الوزن المثالي نسبة ان الحمل يكمل كويس برضو بتبقى أقل من الإنسان الطبيعي نسبة الإجهاض بتبقى عالية فكل ده مهم جدا مرتبط لتبقى الوثيق بالسمنة ومرتبط لتبقى الوثيق بالأديبروس تيشو اللي هو مسؤول عن حدوث السبنة أساساً كل ما زاد الأديبروس تيشو أو معدد كترة الدهون في الجسم كل ما زاد هرمون الليبتين كل ما زاد الأندرجن بيطلع ويجي هنا العلاقة الوثيقة اللي اكتشفها ليفنسال سنة 1934 اللي هي المتلزمة بتاعت التكيس المبايد مع زيادة الشعر الكسيف مع تأخر الحمل ونخدش في الدليل بتاعت التكيس المبايد اللي هي بتبقى مرتبطة للتكيس المبايد وثيق بالسمنة الأخطر حاجة السبت بتخاف منها في فترة الحمل بتاعت لكن في علاقة بين الإجهاد والسمنة ده في علاقة وثيقة جداً بين الإبهاض والسمنة النتيجة لأن الجنين نفسه ما تبقاشاً حلوة زي ما احنا شرحنا أن البوايدة بيبقى الكوالية تاعتها قليلة نظراً للتغيرات الهرمونية اللي بتحدثها السمنة في البوايدة نفسها وفي المحتوى بتاعها وفي المحتوى الهرموني بتاعها الاستروجين والبروجسترون فجودة البوايدة أو نوعات البوايدة بتاعتها قليلة حتى لو حصل منها حمل بيبقى الحمل ده في الغالب حيان كتير بيحصل أبروجسترون في أول ثلاث شهور بيحصل في الأول ولو كمل بقى يعودة برضو أن يحصل أبروجسترون في نص الحمل بيسموه بقى مسكارج بيسموه مسكارج فده مرتبطة بقى وثيق بحاجتين بتجودة البوايدة بتجودة الحيان المنوي بتجودة الجنين في الآخر وبتنتر رحم قوية ولا مش قوية نتيجة للسمنة اللي موجودة السمنة بتقصى تأثير مباشر على تنتر رحم نتيجة ليه هرمون الليبتن ده هرمون ده يعني يعني بلعب دول كبير جدا في هذا الموضوع هقف عند النقطة بقى يعني الطفل حضرك قلت غياب عظمة أسفل العمود الفقري مع السكر اللي مع السمنة فيه حاجة تانية في العيوب الخلقية للأطفال اه فيه كتير فيه عيوب خلقية كتير زي مثلا ممكن يحصل له كاردياك أنوماليز يعني فيه عيوب في القلب زي الفي اس دي اللي هو السوق السوق اللي في القلب بيحصل هرنيشن أو فتء في العمود الفقري غير السكر الأجين العظمة مش موجودة ساعة يحصل ميننجو سيل اللي هو فتء في الأسفل العمود الفقري والحاجات دي بقى السحية اه اه والحاجات دي بقى بقى لها علاج جراح وبيتدخل وبيتقفل عن طريق جراحين المخ والأعصاب بس دي أشهر حاجة موجودة فيه اللي هي الميننجو ميلو سيل اللي هي الفتء أو هرنيشن في السائل اللي هو بجوة العمود الفقري دي أشهر حاجة مع السوق الحقن المجهاري والناس اللي عندهم سمنة اه اه وخصوصا كمان لما بعد ما يعملوا بساعات اللي عندهم سمنة يعملوا جراحات سمنة تمام زي تحويل المسار أو تكميم المعدة تمام هنبدأ أنه نلوح نفكر في الحقن المجهاري امتى بعد جراحة سمنة الحقن المجهاري أو الحامل بصفة عامة يجب أن لا يحدث قبل سنة إلى سنتين من جراحات السمنة جراحات السمنة بقت أكبر أكثر عدد من الجراحات بتتم في العالم دلاتها جراحات سمنة رقم واحد التكميم يجي بعد كده بقى البيباس أو الجاستك رينج أو كلام نقول هي تحويل المسار الرينج خلاص اختفت على حقن الرينج اختفت أه فعمليات التكميم وعمليات البيباس لتحويل المسار يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد إجراء مثل هذه الجراحات ولازم طبعا بيمشوا على فيتامينز فور لايف بالذات في البيباس هي تحويل المسار يبقى عندهم نقص شديد في الحديد والكالسام وفيتامين بي 12 ومعادم كتير فلازم بياخدوها كستيرنال لمدة معينة طبعا فور لايف يخدوها على طول بس بجرعة مكسفة في أول سنة أو سنتين ولا ينصح أبدا أن بيحدوث الحمل أو إجراء حمل حقن المجهاري أو أي إجراء من شأن أن هو يحصل بحمل قبل ما يعد سنة أو سنتين من إجراء إجراء إجراءات السمنة هنا إذا ما إحنا شايفين في الصورة دي عملية التكميم كل الناس بعرفيها يعني يعني دي مش تكميم دي تحمل المسار دي اسمان ميني بايباس دي الميني بايباس التكميم يعني بيشيل تلتب بعد معدة تأييب بيحولها إلى تيوب هم عارفين بيتابعوا معنا بيتابعوا معنا جراحات السمنة فالحقيقة قبل جراحات السمنة وقبل التكميم والكلام ده فحاجة اسمها هاي دي بقى التكميم اه ركت لايف ستايل موديفكيشن لازم قبل ما أفكر في الحمل قبل ما أفكر في الخلفة والإنجاب لازم أخس لازم أعمل أنا مجهود عشان أخس لازم أغير طريقة أكلي ربنا نصفحاته على فجل فقال الكريم هو إيه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين فالعقل في كل شيء كويس حتى في الأكل فإحنا لازم نغير من طريقة أكلنا لازم نلعب برياضة كل يوم لازم نتماشى 150 إلى 180 ألف أسبوع لازم نقلل الكالوريز من 500 إلى 1000 كالوريز كل يوم دي اسمها لايف ستايل موديفكيشن ده لازم ده أساسي معاه اللي هي فيه أدوية معاينة عشان نقوم أسامي عشان نلو يعني نتلو الكلام ده الأدوية دي بتقلل بتقلل جدا جدا جنب لايف ستايل جنب منهج الحياة فيه حاجات بتشتغل على مركز الشبعة في المخ ودي مهمة جدا وجيب نتائج كويسة جدا وفيه حاجات بتشتغل سنترل وفيه حاجات بتمنع امتصاص الدهون من الجسم كل دي أدوية كتير جدا وكل دي أثبتت ماجهات كويسة بيتم استخدامها وجيب نتائج كويسة جدا فيه حقا ما بتلتاق كل أسبوع بتخصص كويس جدا قبل ما حد يفكر من حق الماجهاري يبن شوية مجهود ويلتزم بالعلاج هيمشي بدون لجوء للجراحة يعني بس استل الجراحة دلوقتي بتخلص الموضوع وبتنهي مشاكل كتير جدا جدا بذات السكر السكر والضغط والحاجات دي طب عايز بقى أتكلم عن الموضوع المهم مع السمنة هو تكايس المبايد لأنه ده أكتر متلاز مع تخبتتواجهوها يعني ايه حاول تكايس المبايد ما هو تكايس المبايد أصلا تكايس المبايد هو خلال هرموني يعني هو أساسا خلال هرموني هايبر أندروجينيزم الـ LH أو هرمونتستسترون فيتستسترون وتوترستسترون والـ LH بيقوا عاليين عن الطبيعي هذا الخلال هرموني ينتج عنه عدم انتظام في الدورة الشهرية تأخر في الإنجاب ظهور شعر كسيف في أماكن حساسة عند السيدات تلات حاجات دول مهمين جدا 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 تكايس المبايد بيجي مع السمنة ده فيه طبعات وصيق بين السمنة والتكايس المبايد اللي اكتشفها اللي فينسال سيد ١٩٣٤ فتكايس المبايد احنا عملنا فيها حرقات كتير قبل كده ده منظر الكلاسيكل بتاع تكايس المبايد كل مبايد حجمه كبير جدا بيوصل لعشر واثنشر سنتي ومليان فوليكلز حوالي عشرين فوليكل محواطين المبايد كله حجم كل فوليكل اللي وعدها من تسعة لاثنشر ملي والتبويض بقى ضعيف اش فيه طبويض البايد ما بتعافش تخرج فده ده الميزة الاساسية او ده السمة المميزة لتكايس المبايد كورونيك آنوفيوليشن يعني مفيش تبويض بيحصل او التبويض بقى ضعيف جدا فبياخر الحمل وبنلجأ كتير جدا لعمل حق المجهري بعد لو فشلنا في اجراء تنشطات بطريقة معينة ستيب وايز يعني خطوة 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 حد ما نوصل من ثلاث شهور الى تسعة شهور ما حصلش حمل بالرغم من الرشيطات اللي احنا ديناها بننقل بعد كده بقى للترقاح الصناعي او الحقن المجهري وفي الغالي بتتحل المشكلة كنا زمان بيعملوا حاجة اسمها تسقيب بالليزر لو حاجة تفتكر معانا رول افور حلت المشكلة بس برضو حتى بقى ده انا نبطلها خلاص ما عادش لها لازمة الحقن المجهري حل المشكلة هنقف قدام التكاوس المبادر في حاجة يعني الأدوية اللي بتتاخذ عشان تعمل تنشيط للمبيض يعني الناس كتير فيها زي ما قولوا لخبطة ثقافية عند الناس فيه ناس يقولك لعا الأدوية دي خطيرة وانا شفت بنت عمتي جالها استسأة ودخلت عناها مركزة في ناس تانية عندها اعتقاد ان انا لو مخدتش هذه الأدوية وبانا ما بعالجش مثلا التكاوس المبادر بص حضرك هو تنشيط المبيضين في حالات الكاوس المبادر عايز حرفيها عالية جدا في حاجة اسمها step up protocol وفي حاجة اسمها step down protocol يعني ايه step up يعني انا ابدأ بجرعة كبيرة وبعد كده اقلل ده اللي بيخدش في مشكلة وفيه step down ابدأ بجرعة قليلة وعلى step up هي ابدأ بجرعة قليلة وعلى step down ابدأ بجرعة كبيرة وانزل بالزبط كده الأحسن ان انا ابدأ بجرعة قليلة وعلى ليه انا مالك الموضوع في ايه دي لكن الربط بجرعة كبيرة والموضوع خرج انت مش عارف اوقفهم حطاري بقى في الاخر اعمل تجميد كل الأجنة وابقانقل في شهر تاني ودورة تانية وده طبعا برتوكول وده احسن حاجة دلوقتي في الكاوس المبادر فلازم استخدم ادوية بمواصفات معينة بجرعات صغيرة جدا تكون متناسبة مع عمر السيدة الاول ومع تحليل AMH بتاعها ما ينفعش النهاردة بكون حالة عندها تكاوس المبادر مش عملناها تحليل AMMATCH مش مستحيل AMMATCH اللي هو AMMATCH AMMATCH اه لوا بيحدد مخزون المبيض حاجتين مهمين جدا في تحديد مخزون المبيض AMMATCH والانترالفوليك الكاون اللي هو عدد البوادات في كل المبيض فاحنا هنا مهم اول اول ما احنا عارفين احنا دخلين على ايه حاجة تكاوس المبادر لازم نقول للناس دي حاجة تكاوس المبادر هنبدأ معا البروتوكول الفلاني بالادوية اللي هي صفاتها كذا بعدد ايام معينة وهنوصل في الاخر با عندنا مثلا 14 بوايدة 18 بوايدة اكتر من 18 بوايدة يا جماعة لو طلعهم بالرغم من كل الاحتياط اللي احنا عمناها هنجمد كل الاجنة ونرجع بعد شهر بعد اتنين ديكون الرحم هدي وكل مبادر هديت وبقى نسبة الحاملة اعلى فهي دي تركة لفكيس المبادر انت انا وبرطيني وشرفتك ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة السيد دكتور عدل ابو الحسن استشاري امراض النساء والتوليد وعلاك العقم عند الزوجين واستشاري الحق المنجاري واطفال الانبيب وزمال الجماعة كيل بالمناظر والجرحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو جمعية الامريكية للخصوب والعقم كانت ضيفية فيه واحدة من اهم حلقتنا على الاطلاق قسمنا اشتركوا في القناة